بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نواصل الطلبة الأعزاء في هذا المثال لرسمة الكام مع الجزء الثاني من هذا السؤال والذي مطلوب فيه رسمة البروفايل للكام مع أفسد 20 ملي متر from the axis of the cam shaft أول خطوة طبعاً كالعادة نرسم المحور امتداد لخط الصفر ثم محور الفلاور بهذه الطريقة ثم بعد ذلك نرسم محور الفلاور الذي هو المفروض بعيد عن محور الكام ب20 ملي متر وهو قيمة الأوفست هذا محور الكام وهذا محور الفلاور ثم بعد ذلك نرسم محور الدوران الكام هذا مركز دوران الكام طبعاً الشافت هنا رح يكون معنا طبعاً الباست سيركل من هنا للكام نرسم أيضاً دائرة مركزها الكام وبقطر نصف قطر 20 ملي متر للأوفست الفلاور البداية يكون هنا هذا مكان الفلاور هذه نقطة البداية للفلاور هذا الفلاور مركز الفلاور أو محور الفلاور بعيد بأوفست 20 ملي متر على محور الكام الذي هو هذا كما مبين هنا بالنسبة لقيمة الستين درجة يعني المرحلة الأولى اللي هي الأوت ستروك هذه الستين درجة كيف رح نجيب هذه المرحلة الأولى ستين درجة خط الصفر لزاوية الستين درجة هو نربط الخط ما بين مركز الكام ونقطة ارتكاز النقطة الأولية لارتكاز الفلاور منها من هذا الخط طبعا نرسم ماذا نفتح الستين درجة نفتح الستين درجة خلينا نقول أنه تسعين درجة هنا نقسمها إلى ثلاثة زي العادة الستين درجة إذن رح تكون معنا هنا هذه الستين درجة الأولى وهي مرحلة الآوت ستروك ثم بعد ذلك الثلاثين درجة التي تليها هذه الثلاثين درجة هي مرحلة ماذا مرحلة الثلاثين درجة ثم ريترن ستروك للستين درجة التي تلي الثلاثين درجة خلينا نقول أنه تسعين درجة تجي معنا هنا فيكون معنا الستين درجة الثانية تقريبا هنا هذه الستين درجة الثانية وهي المرحلة الثالثة اللي هو مرحلة النزول ثم بالأخير المتين وعشرة درجة المتبقية هذه كلها هذه هي المتين وعشرة درجة المتبقية لمرحلة الدول الأخيرة كيف رح نرمي النقاط ال A B C D E F G في مكانها هنا على Profile of the Cam زي العادة نقسم الستين درجة الأولى إلى ستة مراحل كل واحدة منهم من عشر درجات كالآتي هنا مكان الثلاثين على ثلاثة طبعا هنا على ثلاثة في الحقيقة هذه النقاط واحد ثم نرسم الخطوط المماسة لدائرة الأوفست هذه دائرة الأوفست من عشرين مليمتر نصف القطر نرسم ماذا نرسم الخطوط المماسة لها والتي تمر من خلال هذه النقاط نقطة رقم واحد نقطة رقم اثنين نقطة رقم ثلاثة نقطة رقم اربعة ثم نقطة رقم خمسة على الرسم تقريبي ثم نقطة رقم ستة وبالإسقاط الأفقي هنا على مكان من الستروك طبعا كما فعلنا في المثال الأول نرسم أجزاء من الدائرة الأركس طبعا هذه النقطة المفروض ب أجزاء نقطة 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 هنا F وفي الأخير النقطة G نرسم إذن من هنا حول هذا المركز نغير اللون أجزاء أجزاء من الدائرة النقطة B تسقط هنا النقطة C معنا هنا النقطة D تجي معنا هنا النقطة E النقطة F والنقطة G النقطة النقطة وال H على نفس المستوى فخلي نواصل نرسم الخط المماث لل Stroke Circle تمام نعمل الامتداد على نفس المستوى أوكي مفروض هذه النقطة G هذه النقطة H F E D C B والA هي صفر بنفس الامتداد والتقسيم نقسم الستين درجة الأخيرة إلى ماذا إلى النقاط 1 2 3 4 5 5 6 6 ثم نرسم بنفس الطريقة طبعا خلينا نغير اللون أيضا ناخذ الأزرق هذا هذه النقطة 1 داش نربطها بالخط المماس للسيركل الستروك سيركل الأفوسيت عفوا الخط الأول الخط الثاني مماس أيضا للسيركل أوف أفوسيت رسم رسم تقريبي طبعا ونعمل امتداد للإف خلينا نعيد هذه لأنه مفروض نفس الاتجاه عفوا رح يطلع معنا المماس من فوق نفس الاتجاه نقطة 1 داش 2 داش 3 داش 4 داش 5 داش و 6 داش إذن نعمل امتداد للإف هنا الإف داش امتداد للإي يطلع معنا الإي داش امتداد للإي هنا امتداد للإي وامتداد للإي والإي طبعا نفس المستوى النقطة بي والنقطة إي هما نفسهم أوكي طبعا طبعا رسم تقريبي بالأخير خلينا نغير اللون بنفس جي نجمع النقاط عشان نتحصل على البروفايل الأخير A B C D E F G ثم H ثم بعد ذلك J K L M N و P من هنا النقطة A J هذا الجزء الأول ثم بعد ذلك Duel بين جي و H ثم ينزل البروفايل طبعا رسم تقريبي يمر من خلال أغلب النقاط لأنه رسم يدوي ثم الـ Final Duel على الميتين وعشر درجات هذا الـ Final Duel هذه رسمة الكام مع Offset 20 مليمتر خلينا نشوف الرسمة الأوضح في الأخير طبعا هذه الرسمة الأوضح هذا Base Circle وهذا الرسمة السيركل مع Offset 20 مليمتر اللي عليه الفولور ثم رسمنا النقاط 1 23 45 6 و 1 0 إلى 6 داش ثم رسمنا الخطوط المماثة لدائرة Offset بالطريقة التي شرحناها إلى النقطة G ثم هنا Duel وبعدين وصلنا مع رسمة الخطوط المماثة لـ Circle تبع Offset هذا بالنسبة لمرحلة Return Stroke ثم بالأخير كان معنا Final Duel هنا وهذا Cam Profile بالنسبة لماذا لما يكون معنا Offset بـ 20 مليمتر بين محور Follower ومحور ومحور الكام 20 مليمتر مليمتر